السلام عليكم طلاب الصف الثاني اليوم نبدأ بالدرس الرابع عشر صفحة تماني وأربعين حتى نتعرف إلى عنوان درسنا لهذا اليوم استمعوا وأنصتوا إلى هذه الآيات لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين طلابي بعد الاستماع إلى هذه السورة أي أنها آيات من سورة التين وهذا هو عنوان درسنا لهذا اليوم هو سورة التين هيا يا طلابي ننفذ هذه الكلمات جيدا سينين رددناه أسفل السافلين ممنون بعد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون نلاحظ يا صغاري أن الله أقسم قسما بالتين والزيتون لما فيها من منافع وهما في الأرض المباركة فلسطين التي بعث فيها الأنبياء نلاحظ يا تاني أن كلمة التين تدل على اسم السورة وهي سورة التين وطور سينين وأقسم الله سبحانه وتعالى بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهذا البلد الأمين وأقسم الله تعالى أيضا بمكة مهبة الوحي ومهد الرسالة وأرض محمد صلى الله عليه وسلم فيها مولده وبعثته وقبيلته ولاحظ يا صغاري ولاحظ يا صغاري أن الله يقسم بهذه الأماكن الثلاثة المشرفة فعيسى في أرض التين والزيتون وموسى في تور سيناء ومحمد في مكة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بعد أن أقسم الله تعالى بتلك الأماكن الثلاثة والتي خصصها الله تعالى بإرسال الرسل إليها يريد أن يعلمنا أنه كما أقسم بأطهر الأماكن التي خلقها فهو خلق الإنسان في أحسن سورة وأجمل شكل وأبهى منظر إذن يا تاني أحسن تقويم معناها أي خلق الإنسان أحسن سورة ثم رددناه أسفل السافلين أي يا صغاري رغم تكريم الله تعالى للإنسان إلا أن كثير الخلق لم يطيعوا الله تعالى ولم يؤمنوا به فاستحقوا عذاب النار أي أن يكون مصيرهم نار جهنم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي يا تاني لكن من آمن وعمل صالحا له أجر عظيم ونعيم ويجوار رب رحيم من ثواب لا ينقطع وخير لا ينقضي غير ممنون يا تاني معناها غير مقطوع غير مقطوع فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صغاري أن الله تعالى في هذه الآية يخاطب الإنسان بعدما قيل لك أيها الإنسان تكذب بالبعث والحساب أي بيوم القيامة الله تعالى أيها الإنسان أحكم الحاكمين لن يظلم أحد سيجزي المؤمنين بالجنة والكافر بالنار أي صغاري يقسم الله تعالى أنه كرم الإنسان وخلقوا في أحسن سورة ومع ذلك فأن أكثر الخلق لم يطيعوا الله ولم يؤمنوا به فاستحقوا عذاب النار أما المؤمنين به فأنه لهم أجرا دائما في الجنة أي صغاري يجب أن نقدر نعمة الله تعالى كرمنا وخلقنا بأحسن سورة وميزنا عن جميع المخلوقات فعلينا أن نعبده نعمة الصالحات هيا صغاري نتعلم معا البلد الأمين معناها مكة المكرمة رددناه أسفل السافلين كان مصيره في نار جهنم غير ممنون أي غير مقطوع يا تاني حفظ المعاني وحفظ السورة التين جيدا ترجمة نانسي قنقر